مرة تانية يا عزيزيزيزيزين وقبل ما نرجع لكابتن عادل حنروح مرة تانية لملعب مباركوز منا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكراب النادي الأهل جديدة بجادة تحيي بكي كابتن أيمن وبديوفك الكراب بكل مشاهدات متابعة شاشة تقناة اناب النادي الأهل في كل مكان عقب نهاية اللقاء وفوز النادي الأهل على فريق سنوديب بهدف مقابل لشيف مورات الذهاب لدور الـ 32 سعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء الكابتن سيد عبدالحفيز كابتن سيد بداية مهمة في ظل ظروف ملعب صعبة جدا حرارة جو وغيابات ولكن دايما شخصية النادلاء اللي بيكون هي عنوان أي منافسة وأي أمر صعب الحمد لله طبعا يعني في الزل ما أنت ذكرت مهم جدا في بداية المشهور في ظل أجواء برضو كانت لحد كبير مش سهلة يعني يعني أنت خارج من التحامات في المباريات ومباريات لها قوة جديدة جدا ممبارات الزماليك يوم 27 ثم ممبارات التحاد السجنة الفسين في فينال كاس يوم واحد وبعدين فينال كاس يوم خمسة استمر الوقت إضافي وبعدين عندك بدأنا دوري على طول يوم 12 وبعد كده أو 13 وبعد كده لعبنا يوم 18 مع المحلة وجينا النهاردة بنلعب هنا في النيجر في رحلة طيران يعني برضو ما كتش سهلة الحمد لله 40 يعني كمان يعني ما جاءنا بطيرة خاصة طبعا ريحتنا كتير جدا الحمد لله على كل شيء فطبعا يعني في ظل الغيابات بقى عناصر مهمة في الفريفة ده كل دي بيؤدي طبعا لصعوبة اللقاء مع فرقة بتلعب على أرضها برضو بشكل معين بتعتمد على الكورة الطويلة والالتحمات وأرضية الملعب والجو أعتقد اللعيبة قدمت مورا نهاردة يعني من حالة التركيز يشكروا عليها سيد يعني في ظل الغيابات اللي بتعاني منها لكن حتى اللعيبة اللي نهاردة شاركت ما تحسش أن الفريق نادل أهلي مختلف الأدبش مختلف لا وده كان سبب مهم جدا أن تنطقيته العناصر اللي تقدر تتناسب مع طرات اللعب وديه مهم جدا بس إحنا عندنا طبعا مشوار طويل جدا والدائما أنا أقول عنده موسم ملتحم سواء كان محليا أو قريا يعني مش الـ 11 بس ولا الدكة بس أنت بتكلم على قيمة ككل يعني لأن إنت هتقابل الظروف النهاردة إنت لو عديت الغيابات اللي فان هذه الأهلة هتلاها عدد يعني رهيب جدا يعني أنت عندك وليد سليمان أمش عايز أنسى حد يعني عندك وليد سليمان وعندك ناصر ماهر وعندك مروان محسن وعندك جوني أرجوية وعندك أفشا وعندك عمرو السليا وعندك رمي ربيعة يعني مش عايز أنسى حد يعني عشان في المجموع يعني وطبعا وبتفكر كمان اللي جاي بتريح معلول وبتريح محمد هاني يعني وأيمن أشرف طبعا أنت بتكلم على عدد كبير من الأسماء لكن هي دي لو عندك يعني قايمة سليمة 100% أو قايمة 100% ما بتبقاش الآن أبدا في الاختيارات يعني الحمد لله طبعا على كل شيء يعني مفوز مهم جدا لكن هتفل الصفحة بقى وبص المبارات الدوري اللي جاية كابتان سيد يعني منذ مبارات النجم السحلي الكاتيوم 29 نوفمبر 2019 النادي الأهل اللام يتزوق نقول ما شاء الله ينام يتزوق لازيمة سواء اخت داخل ملعبة أو خارج ملعبه وده أمر مهم جدا ودي دايما يعني تكلم حضرتك بتكلم على شخصية النادي له بص البطولة الأفريقية برضو زيها زي الدوري شوية شبيهة بي شوية يعني بتتخذ على مراحل مراحلة أولى وبعدين مرحلة المجموعات وبعدين دور الثمانية وسيم فاينل وفاينل فأنت بتكلم على أجواء برضو بتحكمها شوية المجموعات بتبقى عبنة زي الدوري بتحب الجمعة نقاط المبارات الأولى بتبقى ظروفها وأحداثها ممكن ما تبقاش مساعدة بالنسبة لك يعني حالة إن انت هتبقى مركز لأن انت داخل على فرقة هي عارفة كويس أو هي هتلعب مين هتلعب الأهلي باسمه ومكانته وتاريخه وحمل اللقب وأكتر فرقة في أفريقيا واغضة بطولات أفريقية فبالتالي هتبقى حالة تركيز عالية جدا شحن مع نوع عالي جدا يعني عصبية في بعض الأوقات اللي تحمدت فوقان مشتركة عالية جدا لو أنت ما قابلتش ده بتركيز وقوة أعتقد الأمر همش يبقى في صالحك خالص يعني كرة القدم يعني محتاجة تواضع شديد جدا شأنها شأن الدنيا وعملة زي صندوق الدنيا يعني كل يوم بيبقى فيها جديد فأنت لو مش محضر نفسك ومستعد بشكل كويس أوي أعتقد أنت هتقابل حاجات ما تصركش تنسى ده عايز أتكلام على حضاك بالتحديد يعني تظل غياب وحضاك وليفت بمعام رئيسي البعثة وغياب المدير الفني غياب بعض الإداريين هنعارف وشفنا ولمسنا حجم الضغوط اللي كانت على حضرتك وعلى اللعبين لكن مش ده ما ما تحسش إن ده الفريق اللي لسه أخذ بطولة من كام يوم يعني شخصية لعبة النادلالي حالة الشغف اللي عند لعبيين إن أنا لأ مطالب بطولة جديدة وده مهم جدا والرسالة اللي دايما بتوصلها اللعب النادلالي بص يعني برضو الشيء يروح لصاحبه يعني أو الشيء بشيء يوسكاري ممكن سيد محمد الدماطي كان عامل مشوار كويس قوي مع سيد سافر نبيل مك هنا وكان فيه تنصيق كامل بشكل يوم يعني وطبعا كنا بنتكلم بشكل كبير جدا في الفترة اللي فاتت لكن هو كمان كان محضر حاجة كويس قوي بالنسبة لنا هنا وكان بيتعامل بشكل يومي مع سيد سيد السفير لكن طبعا جمع وضوع كورونا بعد شوية لكن كان فيه ترتيبات هو محضرها وعملها بشكل جيد جدا الامر التاني ان بتتكلم على اللعيبة وشخصياتهم انت وراك جمهور كبير جدا 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 جمهور مختلف شوية مختلف في حتة المكسب والبطولات يعني هو عايز كل يوم بيبقى فيه بطولة معينة وفيه منافسة معينة فانت تعارف كويس قوي ثقافة الجمهور اللي عندك وده مش عايز اقول بتعمل لك ضغط لا بالعكس بتعمل لك مسؤولية فاللي داخل الملعب ده او اللي داخل بوابة الجزيرة بيبقى عارف كويس جدا انه هو مش داخل يهزر ده هو داخل مرحلة شديدة جدا من الاهتمام مش معنى كده ان انت بتبقاش مستمتع لا انا بحب نوعية الشغل كده حب نوعية الشغل اللي انت تبقى جاي وحابب ان انت تيجي الشغل مش لازم عليك ان انت تيجي الشغل حابب لان انت لو حابب ان تيجي الشغل هتلاقي نفسك بتفكر فيه سواء ان كنت موجود في مكان العمل او خارج من الطاقة العمل فانت بتفكر في مصلحة المكانية طبعا ما فكرت في مصلحة المكاني بقى فكرت في مصلحة المجموعة يبقى بعدت الحتة الشخصية والحتة الانانية اللي جواك وبيتفضل او بيتبع عندك الاولوية للمجموعة بدري بنون في حديث معاه قبل المباراة قال لي انا يعني قبل ما جاء الناد الاهلي انا عارف ان انا لو داخل عشر بطولات انا مطالب بالعشر بطولات الرسالة دي وصلة لعيب لسه جديدة على الناد الاهلي ده مهم جدا انا كابتن ساي ايو انت بتخش خلاص في الاجواء يعني انت بتتكلم على ثقافة ناس فابتخش لها فابتخش فيهم فابتعرف كويس اوي بيفكر بيفكر ازاو تريد دباخهم ازاي يعني يعني خلينا نقول برضو يعني عشان كلمك بقى في محله وطريقه يعني احنا خلاص النهاردة بتقفل الصفحة ديات وبيبصوا بقى على مباراة الدور اللي هتبع يوم تبني عشين شاء الله شكرا كابتن سيد وليتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وبداية موفاء بإذن الله شكرا فانمو